اشتركوا في القناة عمرهم ما اشتكوا باللي احنا بنشتكيه في الوقت الحالي ماشي هلا الحنة بتعالج القشرة الكبيرة الحنة بتعالج التصاطر الحنة بتكثف الشعر الحنة انصح فيها البنات اللي صابوا بالكورونا وتشافوا الله يشفيهم ويعافيهم انصحك في الحنة اللي عندها شيء بكتير انصحها بالحنة اللي عندها فراغات كبيرة في المقدمة بتاعت الرأس انصحها بالحنة ليه الحنة الا فوايد مو طبيعية للشعر ماشي هلا هي كانت زمان تنعجن في الشاي في ميت الشاي يغلو الشاي والكركديه ويحطوا ويعجنوها ماشي اتطور الموضوع شوي صاروا يعملوها بالاعشاء اوكي هلا احنا اتطور اكتر الموضوع صارت تنعجن بالزيوت بتاعت الشعر حلو هلا صار عنا نوعين من الحنة حنة علاجية وحنة لتلوين الشعر اوكي الحنة العلاجية فقط بتتعجن حنة واعشاء والله مصلى سيد محمد زيوت الشعر اما اللون منضيف عليها اضافات عشان تعطيني اللون اللي انا بديها طبعا دايما باجي بقولكم نروح للسنة في عندك الكتم او الكتمة زي ما اوصلنا الرسول عليه قبل الصلاة والسلام فيها هادي بتاعت اللون البني للشعر وكتير حلوة لا تقولي لي بتنشف الشعر لانه انا اعطاتك طريقة اكتر من طريقة انه شعرك ما ينشف عندك الزبادي مع الكركم عندك زيت السمسة فهمتو عليك فالله مصلى سيدنا محمد طبعا انا عملت نوعين من الحنة هادي حمرة طبعا واضح لونها وهي بنية بالكتم عملتها هلا انا عشان اثبت اللون وكانو زمان عشان يثبتوا اللون يستخدمو زيت اسمو زيت ميسو محلبية هذا طبعا هذا الزيت فقط للعلم هاي مواد كيميائية استخدامها بطريقة غلط راح تخسر شعري طبعا انا لما باجي بنزلك اي اشي انا بكوني مجربة مليون مرة يا بنا زيت المحلبية او الميسو هذا معلقة صغيرة على كيلو حنة ما ايلك بالاضافات اللي بتضفيها ايش ما تضيفي اعشاب انا مليش دعوة ايش ما تضيفي زيوت انا مليش دعوة اوكي ايش ما تضيفي مكونات للون انا مليش دعوة انا الي كيلو الحنة بديك تحطي معلقة صغيرة الشاي اوكي من لون ليه هذا ايش فوايده هذا بيثبت لك اللون هذا بيعطي لم على الشعر هاي هي فوايده بيعطي فترة اطول للون في الشعر عرفتوا عليك كيف هاي هي فوايده انا بصراحة بحطه ما عرفت تحطي انت بكمياتك لا تحطيه ديري بالك هذا بيعمل اتهابات بفروة الراس اذا نحط كميه زياده فانا اقتصر طلك اياها كيلو اه كيلو حنة مع معلقة صغيرة من زيت المحلبية طيب هلا فيه اللي تيجي بتقولي اليوسف انا عندي شاب كتير واذا استخدمت الحنة بصير شعري برتقاني ماشي طبعا الشعر البرتقاني هذا حله بصير وسهل جدا راح اقولك على شغلي بس لا تستغربي منها بتجيبي صبغة من السوبر ماركت انتي بتجيبيها بنفسك انا ما راح اقولك ماركة بس هي الي بتخلطيهم مع بعض ماشي ماشي علبة بتكون فيها اللون وفيها الاكسجين وحاططكت الكميات الصحيحة بتخلطيهم مع بعض بتجيبي بالني متوسط وبتصبغي شعرك بالكامل ماشي بعد الصبغة مباشرة مش غسلتي شعرك اوكي غسلت شعرك بالشامبو طبعا الشامبو بيتخفن سيبه مت مع معلقتين ماء مواقع فورا بتكوني مجهزة علبة زبادي مع كركم وبتحطيها على كامل الشعر وفروة الراس بتعملي تدليك لفروة الشعر مش اقل من ربع ساعة حتى نتأكد مليون بالمية انه المواد الكيميائيه اللي موجودة في الصبغة طلعت من فروة الراس ومن شعري حلو بعدها بتحطي زيت السبسم زيت السبسم من نص ساعة لساعة حلو هادا يوم الصبغ تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم بتحطي بس زيت السمسم مش اقل من نص ساعة ومش اكتر من ساعة بعد اليوم الرابع هيكون اليوم الخامس منبلش نحط الحنة اللي انتي بديك اياها سواء كانت علاجية او لو اتفقنا فانتي خليكي اضرب يوم بعصفرين بحجر اخلطيها يعني اليوم اعمليها بالزيت ويوم بعمليها لون اوكي عشان تضلك محافظة عشارك ما في شيء اتفقنا لانه هيكون ثلاث ايام ورابعض تنحط الحنة على الشعر اتفقنا بعديها بتصير مرة بالاسبوع لمدة شهرين اوكي بعديها بتصير كل اسبوعين مرة عشان تضلك محافظة انه الشاب ما يظهر في شعرك انتبهي انتي ما علجت الشاب انتي اخفيتي انتبهي لهذا الموضوع ما في اشي بعالج الشاب لغاية هلا انا ما وصلت لاشي علج الشاب عرفتو عليكي فهذا كل اللي عندي فهاي المعلومات مهم جدا انتي تعرف فيها اسهل طريقة راح اعملكم فيديو تاني كيف تحطي الحنة على شعرك بدون ما تعجئ نفسك بس اهم اشي انك تحضري لعلبة شامبو كبيرة فاضية وبس ويخلف عليكي وراح اورجيكي كيف تحمي شعرك من السوائل اللي راح تنزل على الرقبة او على الوجه وكيف تضمني انها هي وصلت للجذور وكامل الشعر ماشي يا حبايبي اه والحنة لما بديكيجي تغسليها من شعرك ممنوع تستخدمي حمام كريم مخلوط بماء مورد طبعا انا بضيف عليه زيوت عطرية الزيوت العطرية بخلط عشرين ملي من من الله مصلى على سيدنا محمد لا عفوا عشرة ملي من الزيت العطري مع خمسة ملي من الجليسرين وبخلطهم مع بعض وبتركهم 24 ساعة ماشي بعدين بخلطهم في حمام الكريم حمام الكريم هدا انا بكون مخففان في ماء المورد اوكي ولما باجي بتحمم بخسر شعري عفوا من الحنة بستخدمه هو بس وبعدها بحط زيت السمسم ضروري يا بناتي يا حبايبي يا ماما اتحطي زيت السمسم بعد الحنة عشان تحمي شعرك من الجفاف الحنة بتعمل جفاف بسيط وهيشان للشعر لكن علاجها جدا ممتاز للكثافة اللي عندها فراغات اللي شعرها خفيف فهمتي علي يعني خليها مكملة في البرنامج تاعي يعني عندي حطي زيوت على شعرك لكن ضروري تحطي الحنة يعني انا كتير بوصيكم فيها يا بنات الله يرضى عليكم الحنة سر من اسرار جمال الشعر انتفقنا يا حبايبي واذا نسيت اشي والله ما انا عارفة هذا اللي عندي هلا يعني هذا اللي حضرني هلا اوكي طبعا كل اشي انا بنزلك اياه سواء بحسابي بفيديوهاتي باليوتيوب بالتكتوب بالانستجرام من تجربتي الشخصية وقبل ما انزل الفيديو بتأكد مرة واثنين وثلاثة انا اجرب انتي ما تجربي لانه انا لما بدي اجي اجرب انا باخد المعلومة وبعمل عليها بحث بدون مبالغة اكتر من شهر يعني بتكون شغلي الشابر بعرف السلبيات وبعرف الايجابيات فهمتوا علي لا صمح الله صار خطأ معي انا بعرف كيف اداركم انتي مش هتعرف كيف تداركي فالله يرضى عليكم لا تجربي في حالك عندك وصفة ابعتلي اياها وانا بعمل عليها بحث وعيوني اليك شو بدكم احسن من هيك بس لا تعبكي في شعرك حرام عليك ماشي هلا هذا موضوعنا تاع الحنة ان شاء الله رح اعمل فيديو كيف تحطي الحنة بدون ما تعجيه نفسك حلو؟ وان شاء الله كل يوم التاني رح انزل باذن الله على فضاوتي كل يوم نصيحة شكل لانه عم بشوف اشياء عم بتسير الاستخدام الغلط لالها هو اللي قاعد بدمرك بدمر الشعر بدمر الجسم بدمر الوجه ماشي يا حبايبي يا الله نستودعكم في امان الله يا ما الله تضيع عنده الودائع الله معكم جميعا يا ماما